طيف فريد فرمدان على قناة أنفاس بريس هو فنان كوميدي وممثل تلفزيوني وسينمائي السيد عبدو مرحبا بك ولا مرحبا بنا عندك عشان قولك مرحبا بك عدي سي فريد دالياس صحفي الجميل والكوميدي من نكتا نحييك ونحييكم نعبر من خلال هذا المنبر ديل أنفاس بريس نحييك بجميع المشاهدين نقول لكم رمضان مبارك سعيد دخلت وخسكت وقاعدات في الطرقيلة مرحبا الله يحفظك مرحبا طرائف الرمضانية كنت تختارف؟ ماذا طارف أبقاتي رأس خاف الأدهان دي السيد عبدو مشي في بلاطة طوائر والفدار والشارع يعني كان مواقف كثيرة جدا لوقعات الياه ولكن من أهم المواقف اللي اللي بقعت في الدهن ديالي مواقف وقعات في رمضان هذا أول نبغينا نجيبوها احنا في رمضان كانت عندنا واحد صارع في زوريخ يعني في سويسرا وأنا أولاد البعزاوي فاش مشينا ووصلنا للجونيف حسنا نوصلوه المطر ديالجونيف عاد هو ما يجيوه يديونا للزوريخ المهمة من اللي وصلنا للمطر ديالجونيف وحنا صايمين وكي اللي يفطر يعني كي يقول لك لو كنتم على صفرين لكن قلت لها تسوي عادي في الطيارة ما عاد تحتاش أنا إنساني المهمة من اللي وصلت كانت تفاجأة الباليزة ديالي مكيناش مكيناش ودازو دك شاريو ديالي فاليز دازو دلاريخ ديالي فاليز ديالهم أنا بقعت الباليزة ديالي وقع غالط بقعت في المغرب وحنا دنا تلت أيام ونجيب اللباس ديالي ديال المغرب يعني أنا نورمالما أنا معروف داك الوقت في سيد عبدو بشعال الطربوش حمر وشعال ودك الجبادور اللي بس ديالك ووالا وهو ما ما يمكنش إنني نخدم أنا حتى نفسيا أنا باش نخدم خصي نخدم بها ديك بدك الشخصيات ديال عبدو سيد عبدو بدك تربوش وشعال ووش شخصيه كان رتح فيها يعني نكون بالكام بليوغرافات ونقولي نعود نكتة مع الجينيش خصي نكون لابسة داك الدور ديال سيد عبدو باش كنقدر ندير الدور باش كي خرج النوكات والا المهم جاء الدونة ودك شي اللي بقى فيها ما عندي حويه تمام وعندي كل شي وهندي دك التربوش وشعال المهم على أيين وقاع تاني واحد هذك هذك من الرحلات من الرحلات اللي 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 كان قولك بأنه بقات راسخة في الدين منحوس هذك 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 الرحلة الجديد هو أنه الحمد لله أنه تمت تأسيس ديال النقابة ديالنا ديال الفنانين اللي كتكون دا غتكون إن شاء الله واحدة من نقابات اللي غتكون تدافع للحقوق ديال الفنانين وداخلين هذ الميدان ديال نضال داخلين بصيوف حادة وإن شاء الله معنا فنانين معنا وجوه ويعني وناس الفنانين اللي دوزو رحت فترة كبيرة في الفن اللي تغمى معي في المكتب وإحنا غادي نحملو هذ المشعل ديال النضال من أجل الدفاع على حقوق الفنانين وإن شاء الله غادي غادي تسمعوا أن هذ المقابة غتكون إن شاء الله عن تصدق كبير وخدامه هذو الجديد الفني يعني على الصعيط زولة السيني مما كين كين كا دوز ناو كاستينج ديال واحد الفيلم مصري وهو فيلم سياسي كيحكي على مرسي يعني ذاك الرئيس مرسي كيفاش تم القناب عليه وتم ما هذا وهو فيلم يعني ما يقدوش يمتلو في مصر نظرا ليت حساسية الموضوع وهو فيلم يعني كيمس بسيادة ديال الرئيس الحالي ديال مصر فلهذا لأن الفنانين ما يقدوش يمتلو فيه فالمخرج وإنتاج أمريكي ومخرج مصري أمريكي والسيناريو مصري قالوا أن هون متلوه هنا في المغرب بوجوه مغربية واستعانة بعد الفنانين اللي هم مصريين وكين ما عايشينش في مصر باش ما يتحكوش مع الرئيس ديالهم لأن الفيلم كيفضح كيفضح يعني ديك المؤامرة ديال انقلاب على الرئيس هذا والجديد ديالي في دور وزير الداخلية وكين واحد دور آخر ديال المنتيج اللي كانت منه أنه أنا بغيت هذاك الدور وخان مخرج وقالي بغيتك أنا تكون حيث معروف صيد عبدوب ديك الليهجر مصرية بصعيدة ما أنا ملقوش مع أي مشكلة والموكين أنا ندير كوتش تلك الفنانين المغربة لأننا ديك ساعة في الكاستين كنت كان كوتشيهم كان قرانهم الحوار كي باش يقولوا بالمصرية والمخرج كانت يشوفت شي غالية ممكن أن هون أرغيناك ده بالمشاهدي الكرام دولهم بالمصرية رمضان كارين الخابرة بيض أهلا وسهلا وتحية وأجمل تحية لكل المشاهدين الحلوين أنفاس برايس وفنان الجميل صاحب النكتة ومول النكتة الحالوة دي بقى فريد دلياس أقول لكم رمضان مبارك سعيد وكل سنته طيبين سعيد جدا أني بجدد اللقاء معاكم عبر هذه القناة الجميلة سيد عبدو بحبكم الله يحفظك يا سعد تلبي يا باشا كبير موسيقى 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 ببتده